ملف قانون الانتخاب وخصخصة قطاع الكهرباء ملفان دفع رئيس حزب الكوات اللبنانية سامير جاجع إلى زيارة الرئيس الجمهورية العماد مشالعون في قصر بعبدة ومن هناك أضاء جاجع على خيار آخر في حال عدم انتفاق الأطراف على قانون جديد للانتخاب نحن كليا مع فخامة الرئيس بعدم القبول بإجراء انتخابات على أساس أنون الستين بذات الوقت عنا طريقة دستورية ديمقراطية لحلها الإشكالية هي الذهاب للمجلس النيابي إذا تعزر التوافق منفضل التوافق بدرجة أولى مشان هيك المساعة مستمرة فبننروح يا عها يا عها بس أنون الستين لا نحن ستين مرة التصويت في مجلس النواب ولا مرة واحدة أنون الستين عطول بتصروا أنتوا تجربوا وتعملوا مشاكل بيني وبين صديقنا الرئيس بري بس ما رح تقدروا الرئيس بري عنده غير رأي ما بخفيكي بس نحن كمان أنا غير رأي كلنا سوا بيعرف وضع الإدارة اللبنانية وموضوع إنتاج الكهرباء وتوزيعها موضوع دقيق وموضوع حياتي بيطال كلمواطن فمشان هيكي نحن طرحنا هو أنه نخسخص إنتاج الكهرباء بتصير عنا أمل وهوني أنا بخالف رأيي البعض أنه بدي خمسة و بدي عشر سنين هلا إذا بدي خمسة أو عشر سنين لسبباً أولاً لازم نبلش لازم نكون بلاشنا مبارع وكانت الأوضاع العامة محور بحث بين رئيس الجمهورية ووفد من جمعية أنديات اللاينز الدولية أنا بحلم أشوف لبنان بعد مدة كتير قصيرة يرجع مركز حوار الأديان والحضارات بالعالم لأنه بالرغم من كل شيء صار في الشارع الأوسط من خراب الحمد لله كان فيه انقسام سياسي بس ضلت ضمن حدود السياسي ما حدا مديده على الثاني من نزل ونقتي الدم بالبنان أنا مطمئن للبنان وطالما هالسفينة نحن عم نقودة وبدعيكم أن تطمئنه واحد واستقبل عون وفداً من مؤتمر بيروت والساحل برئاسة كمال شتيلة الذي توجه إلى العمد عون بالقول نتطلع إلى التحرر على أيدي الرئيس عون من الفساد والمحسوبيات والخلل القائم في النظام لكونكم مصممين على التغيير والإصلاح